تعاين جناك كرماتشاريا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكتبة التي تعود لأكثر من مائة سنة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب النبال في الخامس والعشرين من نيسان أبريل وقبل الهزة الأرضية كانت مكتبة كايزر تعج بالطلاب النباليين والمفكرين والسياح الذين يأتون من أجل مجموعة الكتب النادرة والبطاقات والمخطوطات القديمة التي جمعت في قصر كبير في قلب العاصمة النبالية بدأت أبكي في طريقي إلى المنزل فالكتب كأولادي وتعني لي الكثير وتعرض المكتبة أيضا مخطوطات نادرة من جنوب آسيا عن البوذية والتنترية وعلم الفلك والبعض منهاجة قديم بحيث أنه كتب على وراقي نخيل